ومن قصص النجاح السعودية كل عام نجاحها في إدارة موسم الحج بكل كفاءة واقتدار وهذا العام نجحت المملكة العربية السعودية في إدارة موسم حج استثنائي في ظل تفشي فيروس كورونا دون تسجيل أي إصابة بالفيروس ضمن إجراءات غير مسبوقة استطاعت من خلالها أن تكسب إشادات عالمية على امتداد التاريخ والمملكة العربية السعودية تسطر أروع النماذج في إدارة الرحلة الإيمانية حيث برهنت المملكة للعالم بأسره قدرتها في إنجاح موسم حج استثنائي رغم ظروف الجائحة التي تحط برحالها على العالم بأسره قادت السعودية بكل اقتدار وحكمة حج عام 1441 إلى بر الأمان والذي جاء نتيجة استمرارية التناغم بين كافة الجهات الحكومية والخدمية المشاركة في التنظيم في ظل رفع راية حج آمن وصحي بدقة ومسؤولية ومن منطلق حرص المملكة على أن تقام الشاعيرة المباركة رغم الجائحة طبقت السلطات السعودية هذا العام آليات صحية مشددة وإجراءات صارمة تواكب الحجاج منذ وصول قوافلهم المباركة حتى طواف الوداع والبداية كانت مع وقوع اختيار عشوائي لألف حاج فقط من 160 جنسية مختلفة من داخل المملكة العربية السعودية متتبعين مسارات تراعي التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية حيث شهد العالم صورة فاخرة للطواف حول الكعبة المشرفة بتناسق وبمنظر مهيب وفي ختام موسم حج كان الأكثر استثنائية في التاريخ نجحت السعودية بشهادة الجميع في جهودها المضيئة التي بذلتها في موسم حج هذا العام والتي لم تقل شأنا عما بذلته في المواسم الماضية بل أنها تميزت باحتياطات صحية غير اعتيادية والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية وتوج حج 1441 برحلة مطمئنة إلى المشاعر المقدسة لأداء المناسك دون وقوع أي إصابة بالفيروس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر